سنكمل بقواعد العلاقة بمش المرة الماضية اللي كانوا معنا وتابعونا نحن حكينا عن ديولان جيتش ميش زمان أو مشلي جيتش ميش زمان المش هون عم تعطي معنيين معنى انها ماضي ومعنى انها مسموع فمتل هو تقول مثلا يعني علي ذهب الى انقرة ماضي والمعنى الاخر انه انا ما شهدت الحادثة وانه ما حدا اخبرني انه علي راح على انقرة هاي اول كان استخدام الاستخدام الثاني انه هي بتعطي بس معنى انها مسموع وتبطل تعطي معنى الماضي مثل هو تقول مثلا الي بقون هستايمش الي بقون هستايمش مع الاسم حتى بتجي عادي انه اليوم علي مريض مين حكالي حدا حكالي انه مريض هو اليوم ها مو ماضي او مثلا الي مثلا شيمدي درس تشلشيور مش امه مثلا تصلت فيه امه حكيت لي انه عم يدرس درس تشلشيور مش هاي اول ما في ماضي بس في انه كلام مسموع مثل وقت انه الي ياريك ميش هاي اوليمات علي سيأتي غدا المستقبل و مسموع فهو انا ننتبه عليها هي هي بتخربط لانه ممكن ايضا يكون مثلا مثلا ألي دون ألي دون ديرس تشالشيور مش من دون بيان معنى أنه في ماضي يعني علي كان هون صار متل تشالشيور دو بس بدل دو حطينا مش لأنه كلام مسموع يعني ما شاهدته أنا وإنما نقيل إلي من أحد آخر فبالتالي من ننتبه أنه المش أحيانا بتعطي البعد الماضي مع أنه مسموع أحيانا بتعطي فقط بعد أنه مسموع لما تجي مع أزمين أخرى بيكون أصلي حاضر أو حتى مستقبل لكن أنه أنا سمعت وسمع النقطة الثانية الاستخدام الآخر اللي بعده حكينا عنه أنه هو يعني أدركه لاحقا مثل المثالي بضل بعيد أحيانا نفس الأمثلة حتى صير ترتبة القاعدة بذهن المستمع بهالمثال دغريفة بيصير كأنه هاي مثل المصدرة اللي بيئيس عليها بقية الأمثلة لنا مثلا أنا اهترم ونتمشم ونتمشم هون ماضي بس أنا أنا صار معي كيف مالي واعي أنه أنا هلأ انتبهت أنه فقدت مفاتيحي أنا اهترم ونتمشم مثلا أدفي مي يانلش ياب مشم يانلش ياب مشم عملت وظيفتي خطأ الآن انتبهت أنه عملت وظيفتي خطأ لما المعلم عطانا الإيجابة الصحيحة اكتشفت أني أنا غلطا فهي هي أنه أدركت لاحقا اليوم مني نحكي عن أبعاد أخرى للاحقة مش اللي هي بالحكاية اللي هي القصص يعني قصص الأطفال وأنا بصراحة كنت اليوم عم فكر يعني أنه جهز أو نحط مقطع بدل الأغنية حكاية بس شفت المشكلة أنه كتير الصوت ما بيكون بها الوضوح وكتير بتعتمد على الصورة فبالتالي أنه حتكون صعبة يعني ما حيفهمها الواحد بدون كذا لكن أنا ممكن هلأ بالاستراحة أني أضع رابط قصة من قصص على اليوتيوب فبالتالي اللي بيحب بعد ذلك يسمعها وينتبه هي قصص أطفال فبتكون لغتها بسيطة وينتبه قديش بيستخدموا مش فيها بتكون وظيفة جانبية يعني ممكن تستفيدوا منها واللي بيحب تصير دائما بيسمع هكذا قصص بيستفيد كتير بس لقيت أنه على الإذاعة قد ما تكون الخيار مناسب الحكاية مثلا كتير بنسمع بير فار مش بير يوك مش كان يا مكان كان يا مكان في قديم الزمان بير فار مش بير يوك مش نصر التين هو جا بير قن كم شسنو أفينه جيتمش جيتمش ذهب إلى بيتي جاري نصر التين هو جا بير قن كم شسنو أفينه جيتمش واندان أكمك استمش وطلب منه خبزا قصة عادية عن الماضي بس لما كون أنا عم بحكي عن حالي بقول بان جيتم استدم لما أحكي عن قصة خيالية تلاقي كل القصة كل الماضي فيها بيكون مش 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 حتى الحاضر اوينو يورموش جيديورموش بتلاقي فإذا سمع الواحد قصة واحنا حط رابط إن شاء الله حيلقي كتير يعني حينتبه إنه قديش بتتخدم مش بالقصص النقطة الأخرى الاستخدام اللي بعده نحن إذا بنكون عم نعد بنكون نحن صرنا بالرابع وهلأ الخامس الخامس إنه الصفات فيه نحن حكينا درسين ربما عن الأفعال اللي بتصير صفات وكل مرة مع الأغاني بذكر عليها لما قل لك مثلا قرين أو مثلا أوتوران أوتوران توجوك الطفل الذي يجلس أو أغليان توجوك الطفل الذي يبكي هون حولنا الفعل إلى صفة اللي هي أغلمك صارت صفة هون بالمش نحن قلنا بس مع الآن وأجاك أما مع المش هي بس بتستخدم بشي بسمية الصفات الثابتة يعني هون بتحول الفعل إلى صفة ثابتة تشبه كمان حكينا عنها يارا ماز يعني يارا ماز هي اسم بقول مشاغب هي منين جاي من يارا يعني ينفع وماز اللي هي قينيش زمان النفي فهو لا ينفع هذا الطفل حركاته كله شغب لا ينفع فهي صفة ثابتة هنا في بعض الصفات الثابتة العمل الذي بدأ به العمل اللي مبلش فيه يعني هذا العمل اللي مبلش فيه مثلا ما انتهى مثلا الصدقة الممنوحة اللي هو البوشار وقلنا البوشار لما تشتري قبل ما يتكسير بوشار تو اسمه باطلايان مصر يعني البوشار اللي حينفجر وباطلا مش مصر يعني انفجر وخلص فهو صار بوشار متفجر أو يعني بوشار ألغن ألغن لاش مش إلما مثلا يعني ألغن معناها ناضج ألغن لا مك يعني ينضج ألغن لا ألغن لاش مش إذن ألغن ناضج ألغن لاش مك يعني ينضج يصبحوا ناضجا ألغن لاش مش إلما يعني يعني تفاحة مستوية ناضجة يعني استويت يعني اللي هو نشر لما تنشره بجريدة أو بصحيفة أو بموقع حتى الكتروني يعني رسالة ليست أو حكاية ليست منشورة بعد مثلا الكلمة اللي كنا بنعرف لك بدي أركب بالدلمش منين إجا منك فعل دلمك يعني يمتلئ دلمش يعني معبة مكدس مشان هيك هو طبيعي في أنه الدلمش يكونوا الناس قاعدين فوق بعضهم ومعبايين مثل المحشي يعني مثل الدلمة بالضبط فهي الدلمش كل نلمش مثلا ترس تفوت على موقع بتقلق وبتلاقي مثلا بمبيع كل نلمش كل نلمش بالقي سيار يعني كمبيوتر مستعمل كل نلمش مستعمل سطل مش عربة يعني عربة مباعة بيعت يعني بيعت هاي الصفات كتير مهمة أنه أنت تحول الفعل إلى صفة بالماضي بالماضي اللي خلصت يعني انتهت مو أنه هي هلأ عم تصير هلأ تذكروا مثلا أتورانت شجوك هلأ قاعد أو هلأ ميقعد أما هون خلص ماضي تماما يعني وانتهى سطل مش عربة العربة نباعت وخلصت هذا الاستخدام كان التاني لليوم والخامس بالعمو الآن نحنا حتى ما نروح علينا فقرة الأغنية أنه في كتير ناس بيحبوا فقرة الأغنية فنحنا منكتفي بهذا الجزء من القواعد واضح أنه لاحقت مش قد تأخذ يا ثلاثة أجزاء حتى أربعة قلما قل ديكتشي قل ديكتشي هاي من القواعد الجميلة اللي هي لاحقت ديكتشي لما تيجي مع الفعل فهي بتعطي معنى أنه كل ما صار هذا الشي بيصير شي تاني يعني مثلا بلك سيني سيني قر ديكتشي يعني كل ما رأيتك دهات شوك سيفي يوروم بحبك أكتر سيني قر ديكتشي فهون المعنى عمي لك قلما قل ديكتشي كل ما جاء إلى عقلي سيني قوزلرين يعني كل ما خطرت عيونك إلى عقلي كمسة بالميز لا أحد يدري سيني نصل أزلدم قديش بيشتاق يعني كل ما هاي كل ما قل ديكتشي لاحقا كل ما جاءت عيونك إلى عقلي لا أحد يدري كم أشتاق إليك سانما معناها لا تظن سانما سكن يعني حذاري حذاري إنو تفكري يولدان قري دونيريم إنه ممكن أرجع عن طريقي يولدان قري دائما امتجي بمعنى الإعادة بأيك مثلا قري ألضم قري ألضم معناها أخذت أما قري ألضم معناها أخذت يعني رجع لي استرديت فأنا لما قل لك مثلا قري دا الى دا كتاب قري أي أخذت منه كتاب أما قري ألضم معناها استرديت منه منتها هو الكتاب إلي وأنا كتعاطيه وارجع لي هكذا غيري معناها. دوني ريم دوني ريم يعني وعك تفكري انه انا ممكن ارجع على طريقي. سويلي سني نردي بولا بيليريم يعني احكي وين ممكن الاقي. يولا تشكتم خرجتوا الى الطريق. يعني مثل ما نقولنا انه خلاص طلعت انا مشيت. طام شواندا بالضبط في هذه اللحظة. آنيدا مريت معنا سابقا معناها فجأة. فجأة هلا بالضبط اطلعت الى طريقي. في دون ميجم دون ميجم او دون ميجم يعني بيختصروا شوي يعني لن اعود مستقبل. سني تكرار جورميدان جورميدان معناها بدون. اخذناها هاي من الافعال اللي هي بتصير ظروف. يعني لن اعود يعني سني تكرار جورميدان دون ميجم. لن اعود بدون ان اراكي. واز قيتشتم. يعني تخليتو. عن. دائما متجي تاخد لاحقة دان. وين دان جاي؟ طبعا لاحظوا انه بالاغاني دائما بيصير في ترتيب ل كلمات الجمل. يعني مو مثل ما نحنا متعودين عليها. هي المفروض. بان كان كرمزي قلبين دان. قلبين دان. واز قيتشتم. انا تجاوزتو عن كذا. بس هي. هم تجي بالعكس. واز قيتشتم بان. كان كرمزي قلبين دان. يعني بمعنى تخليت. عن قلبك الاحمر. القلب و الدم الاحمر. سيم سياهم هون. سيم سياهم. يعني هون بمعنى تخليت انه كلون. هو ميحكي عن اللون. سيم سياهم. بمعنى هاللون اسود حالك. سياه اسود. سيم سياه. متل بياز ابيض. بيم بياز. ابيض ناصر. سيم سياه. يعني اسود حالك. سيم سياهم. يعني انا صرت اسود حالك. فاركم يوك. هيتش قجدن. ما في فرق بيني. وبين الليل. أجي لارم. أجي معناها الآلام. أجي. أجي يوري. أجي لارم. امسكوني. جراحي وألامي. امسكوني. ارفعوني. ليش؟ أشكن غال مش. جاء حبكي. جيتش مشيني سايدرن. يعني عدوا. سايمك يعود. سايدرمك يعني يجعله يعود. يعني خلينا نعد هالجراح في الماضي. صارت من الماضي لأنه صار في حب جديد. ستشم. 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 ستشم يعني جريمة. أو ذنب. أو جناية. ستش. ستش. له معناها متهم أو مدان حتى. ستشم أشكسة. إذا كانت جريمتي. أشكسة. سا. شو هون؟ هي الشرط. أشكسة. إذا كان العشق جريمتي. بان جزاما راضيم. راضيم. راضي. هي طبع الله راضي olsun. راضيم. أنا راضي بالعقوبة. بان جزاما راضيم. سيم سياهم فركم يوك. هيتش. جيدين. حكيناها. بر يغمور يغسا. يغسا. شو معنى هالساهون؟ إذا. حتى لو. بر يغمور يغسا. لو نزل مطار. يزم يزم يزم. إلى وجهي. قلبيم يتار. دها فازلة. أزل مي. بكفي. قلبيم يتار. يتار يعني بكفي. قلبيم يتار. دها فازلة. أزل مي. لا تزعل أكثر من هيك. سو دغسدة. دغمك. دغمك. يعني يلمس. حتى لو المي دغسدة. سدة. حتى لو المي. يعني عباني. باشتان أشغ. باشتان أشغ. من فوق لتحت. تاني مي. تان. اللي هو الجلد. تاني مي. يعني لو بشرتي. إجا المي عليها. من فوق لتحت. والمي نزل على وجهي. وعاكل شي. شو بيضل. سيمسي. هم فارق. ميوك. جيدين. حضل أنا أسود مثل الليل. الحزن بيعمل العجائب. شويلة بيراز. أزانسان. أزانسان بير كويتوية. شويلة بيراز أزانسان. يعني لو هلا شو. أزان يعني يتمدد. أزانسان. لو تتمدد بير كويتوية. في مكان منعزل. دشمان ألضم. دشمان. شو يعني دشمان. دشمان معناها عدو. دشمان ألضم سانكي. سانكي شو قلنا سانكي معناها. كأنني. دشمان ألضم. كأني أصبحت عدو لمن؟ بان بو أويكوية. لهذا النوم. صرت أنا عدو لهذا النوم. هيتش قرنماز. قرنماز. قرن يبدو. قرنماز يعني غير مرئي. هنا تحول الفعل إلى صفة. هيتش قرنماز ألضم. أصبحت شفاف غير مرئي لأجلك. سينين أوغرونة لأجلك. سمسي ياهم. فاركميوك. هيتش قي جي دين. أنا أسرعت فيها. سامحوني إن شاء الله تكون وصلت. بس لأنه كلمات كثير طويلة.